بعد مماطلة وتلكؤ في الحضور من قبل وفد الميليشيا أعقبه تأجيل ليومين آخرين وتهديدا بالمغادرة من قبل وفد الحكومة أخيرا انطلق لقاء الكويت الذي دشنت أعماله بكلمة لوزير خارجية البلد المستضيف والتي دعا فيها أطراف الحوار اليمني إلى التسامي فوق الجراح والدخول في المشاورات بحسن نية مؤكدا على أن بلاده ستقدم كل التسهيلات اللازمة لإنجاح اللقاء الذي يراد له الانتقال باليمن من مرحلة الحرب إلى مرحلة إعادة الإعمار دعوة لإقامة مؤتمر دولي لإعادة إعمار الجمهورية اليمنية بالتعاون مع المجتمع الدولي المبعوث الأممي ولد الشيخ أكد على أن جلسات الحوار ستنطلق من محددات القرار الأممين 22-16 المتمثلة بالنقاط الخمس التي تنص على انسحاب الميليشيا من المدن والمؤسسات وتسليم أسلحة الدولة المنهوبة واستعادة العملية السياسية وعودة الحكومة الشرعية لممارسة مهامها وفرض حضورها على كافة الأراضي اليمنية سوف تنطلق جولة المشاورات من النقاط الخمسة النابعة من قرار مجلس الأمن 22-16 ومن جدول الأعمال المتفق عليه والمعمول به في جولة مشاورات بيل في ديسمبر 2015 وسط آمال وترقب انطلقت جولة الكويت الثالثة من المشاورات بين الأطراف فيما عيون اليمنيين تترقب ما ستفضي إليه هذه الجولة من نتائج لعلها تنهي الحرب وتفتح وفقا جديدا للسلام في بلد لم يعد يحتمل المزيد من الخراب والدمار